اشتركوا في القناة شوف شو عملت اليوم أخدت الإعلان من المواقع شو رأيك نبعد شوي؟ هيك منغير جو نحن في عنا ألف مشكلة عم تخنقنا وإنتي عم بتفكري بالسفر والتسلاي وبس حاجة تفكري بأمور دافة لأنك عم بتوتريني بكفي جونيد أنا تعبت من كتر ما أنت بتخانقني أنا عم حاول صلح شي بيناتنا لا تحاولي لكن فيلدان لا تحاولي تصلحي شي طيب ليش؟ لأنه خلاص لنكسر ما عاد يتصلح نحن ضيعنا القطار من إيدينا وأصلا ما كان في قطار أنا تعبت ومليت كنت عم دور على صفية فيلدان شو صاير؟ بيترس شوك بيترس شوك المترجم لكم أنا أكبر وحدة فيكن وعمكون موجودة قبلكن صرتوا كلكن تعبانين ما شاء الله زينب نعم يا خانو وين السيد نامق؟ هو بغرفته؟ لا السيد نامق طلع قال ما رح يكون عوقت الأكل طيب شوفيلي السيد فرهاد ومرته وينهم كمان ما بحرف وين السيد أصلي بس السيد فرهاد شفته لما طلع ماما هندان معقولة بدك تقعدي كل هدول متل ما بتقعدي الخرفان بإستبل تخيلك يا رب تصبرني عليها يا رب تصبرني أكيد الصبر شي كتير منيح برأي لا تعص بزيادة مشان ما يرتفع ضغطك وخصوصي بهذا العمر للأسف أنا بيرتفع ضغطي كل ما اتطلعت وشفتك قدامي شو سيد عبدو ما بدك تقول شي؟ ماما إذا في مجال لا تتخانوا ماشي متل ما بدك خلينا نسكت صحة وأنا بابا ما بدي آكل عدي وكلي بابا لا ما بدي آكل لكن لا تخليني عصب عندها الليل جونيد ايه دا ليش ما بدك حبيبتي؟ لأنه مو زيعة بالي ستة ماشي لكن طلعي على غرفتك بابا وين فيلدان؟ فيلدان فوق جونيد تعال معي لو سمحت الحمدلله على سلامته ست يتار سمعت إيجا النائب يا جيت أنا ونامق كنا مجتمعين بالغرفة ما سمعنا لو شفناك إنا قلناله الحمدلله على السلامة ما شاء الله كلك زؤست إيديل شكرا أكيد شي مو سهل يوم فرهاد تاني يوم يكيد بقي قل سوم منيح إنه هي جنبك وما عندها مشاكل بنو مو هيك؟ انتي شو أصدك؟ غريبة ليش بتعصبي فورا؟ على القليلة إيديل عم تمدحك و لازم تقدري هذا الشي انتي شو دخلك؟ قل سوم شو عم يصير؟ كأنه انتو عم تنسوا إنو نحنا قاعدين عم ناكل ما صار شي ماما هندان ينقطع لسانك اللي عم بيقول ماما هندان أكيد انتي رح تتعب أعصابك بهي الطريقة البيت مليان ناس وانتي كبرتي بالعمر ما بقى تتحملي بس برافو على أصلي والله وعملتها جابت للضيوف على البيت بدون ما تخبر أي حدا وبعدين شو؟ إجا النائب وأخد مرتو وابنو معو يا حرام ارتفعت حرارة الولاد زيكي تخرسي بقى؟ معلش يا تار عندي ولد عمرضعه وبخاف يصيبه مرض شو فيه يعني؟ خير شبك عبدو؟ شو صار لحطة عصابت بهي الطريقة بين الناس وجبتني لهم فيك تفهمني؟ والله انت اللي بدك تقلي شو فيه جونيد شو بدك تقول يعني؟ سأل انت شو بتحبه أنا بجاوب ليش وضع فيلدان هيك؟ المخلوقة بتضل عم تبكي وانت من شوية عصابت على بنتك حابب تعلمني يا عبدو كيف حكي مع بنتي؟ جونيد طريقتك هي بالحكي ما بتطمي صراحة ما عجبتني بالمرة معناها طلع على المكان اللي واقف فيه يا عبدو لما بيكون الموضوع بيخص اختي وبنت اختي بكون عم واقف بالمكان اللي بيخصني وبعرفه جونيد تخنقت مع فيلدان مثل ايا زوجين يعني عنا كتير مشاكل بالبيت وهي بتجيب لي اعلانات للروح رحلي لشي محل وهذا الشي اللي معصبني ارتحت هلأ بجوابي؟ جونيد انت صاير مزعج كتير بهالفترة وتصرفاتك سيئة ليك ما رح قول شي لانه ما بيصير حدا يتدخل بين الرجال ومرتو وانا رح دير وشي وتغاضع عن الموضوع بس قوعك تفكر اني غبي انا شايف اختي مأهورة فاذا بدك تضل عم تزعجها لاختي وتخليها تنقهر هيك رح خليك تندم كتير على عمائلك هي هي انا عم نبهك جونيد وانت فكر بالموضوع متل ما قلت ما حدا بيتدخل بين الرجال ومرتو وعدا هيك كلك انت مو شايفك رح تشوفني جونيد ما بظن هذا هوي كم يوم اليك؟ ثلاثة؟ خمسة؟ شو قصدك انت جونيد؟ شاي هذا شاي شوف؟ شو من كان؟ جربتي كتير شغلات ومنجحتي لهيك رح تشكيتيني بالاخير لعبدو صاح؟ عم تبعتي هددني؟ شو عم تحكي انت؟ ليه عم تسمعي فيلدان؟ جونيد طلع لبرا يلا ولا تجبرني اعمل شغلات ممكن اندم عليها عبدو ما في شي ما في شي يا سلام عم تشدي ظهرك باخوكي طلع عبدو لو سمحت لو سمحت جونيد بشو احلف لك اني ما حكيت شي لعبدو؟ هو شافني عم ببكي فوق بالغرفة وهي كل القصة واستخدمت سلاحك كمان؟ دموعك ممكن انه تغشوا لعبدو اما انا ابدا ما بتغشني فهمت علي؟ موسيقى 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 اشتركوا في القناة